في ناس ممكن تقول انه احمد عرابي دخل التاريخ المصري من اوسع ابواب الراجل فيه ثورة سميت باسمه الثورة العرابية وممكن حد تاني يقول الراجل اتظلم لانه طلع في التاريخ المصري في مشهدين فقط لا غير مشهد اولاني بيقف احمد عرابي ورقه عدد محترم من الضباط المصريين في الجيش ومدنيين ناس كتير من مصر امام الخديوي توفيق ابن الخديوي اسماعيل اللي تكلمنا عنه كثيرا قبل ذلك وبيقول له كلام كتير لكن اشهر جملتين في الكلام اللي قاله عرابي لتوفيق هو والله لقد خلقنا الله احرارا ولن نستعبد او نورث بعد اليوم قلمة تقيلة اول والمشهد التاني بنشوف احمد عرابي في معركة عسكرية امام الجيش البريطاني الذي دخل مصر بعد المواجهة ما بين توفيق وعرابي واحمد عرابي بيهزم او مجموعات الجيش المصري التي احاطت باحمد عرابي بتهزم في 1882 ويبقى دي بداية الاحتلال البريطاني لمصر وخلاص يطلع احمد عرابي من السرد التقليدي لتاريخ مصر وده صحيح يعني الى حد كبير هم دول النقطتين المهمين قوي في قصة احمد عرابي ودوره في تاريخ مصر الحديث ولكن انا في رأيي الراجل دوره يستحق قدر من القونتكست الاطار الذي يكون حوله ليه اول حاجة ليه سميت الحركة التي قام بها الثورة التي قام بها الثورة العرابي يعني الاسم في حد ذاته معناه انه كان معه مش بس عدد كبير من الزباط المصريين لكن مصريين كتير ناس كتير قوي الشعب المصري احاطت به ليه يعني ايه اللي خلى هذا الرجل يبقى فيه ناس كتير قوي بتحيط به في لحظة ثورة على الخداوي على حاكم مصر النقطة الرئيسية هنا انه كان فيه غضب شعبي في مصر كبير قوي مش بالضرورة على الخداوي توفيق بالذاته لكن على الحال في مصر ليه؟ لانه الناس اللي اتفرجت على الحلقة بتاعت الخداوي اسماعيل هتفتكر انها تكلمت قوي على ان واحدة من اهم النجاحات او الانجازات اللي حصلت في عهد اسماعيل كان انه جزء محترم من اعلى الطبقة الوسطى المصرية مش الطبقة الوسطى عن الناس العاديين اعلى اعلى الطبقة الوسطى المصرية او بداية طبقة تقيلة قوي في مصر بدت انها ترتفع يعني تدخل في دوائر الحكم في مصر من خلال حاجتين ثلاثة الحاجة الاولى كانت تدخلهم في الهيكل الاداري للدولة المصرية والحاجة التانية كانت ملكية الارض بداية انه اعلى الطبقة الوسطى المصرية او الاثرياء في الريف يبتدوا انه هم يشتروا ارض بشكل نسبيا كبير لكن مع نهايات عهد اسماعيل بدايات عهد توفيق الحاجتين دول بدأ يروحوا ليه بدأ يروحوا لانه زي ما تقلمنا في حلقة اسماعيل حجم الديون المهول اللي تسبب في اسماعيل اللي ادى الى وجود كوميشن زي لجنة كده بتوقع الامر مسيطرة على الميزانية المصرية وعلى البيروقراطية المصرية بدت تخلي خروج للمصريين او تقليل اوي من نفوذ المصريين في الهيكل الاداري وتقلل اوي من التحكم او فرصة الصعود الاقتصادي وتزود التحكم الاجنبي في الاقتصاد المصري فالموضوع ما كانش مغرب موضوع السياسي انه الشعب المصري شايف انه فيه زيادة في النفوذ الغربي الانجليزي والفرنسوي بالذات في مصر الموضوع كمان كان اقتصادي انه النجاح الرئيسي اللي حصل للمصريين في عهد اسماعيل بدأ انه هو يروح اوي في عهد اخر عهد اسماعيل وبداية عهد توفيق فكان فيه غضب كان فيه غضب موجود لدى طبقات كبيرة من الشعب المصري خاصة اعلى الطبقة الوسطى اللي هي ناس مؤثرة اوي في جموع الناس فيه نقطة تانية في الاطار بتاع حركة احمد عربي وهو الجيش احمد عربي لما ثار ما كانش لوحده كان فيه عدد مش قليل من الضباط المصريين اللي ثاروا معه وغضبوا جدا على الخداوي توفيق وفيه ناس كتير في السرد بتقول انه والله السبب الرئيسي كان صراع على منصب وزير الدفاع اوزين حربية وقتها فعهد الخداوي توفيق وانه الصراع كان ما بين انه الضباط المصريين عاوزين يكونوا لديهم السلطة والقرار في القيادة بينما الخداوي توفيق عايز التقليدي وهو زباط من اصول اتراك اصول شاركس وده في غزء كبير منه صحيح بس فيه نقطة تانية مهمة انه كان فيه ايضا غضب في الجيش المصري في الف تمنمية وسبعينات وبدايات الف تمنمية وثمانينات منين الغضب ده لان في عهد الخداوي اسماعيل كان فيه حملة عسكرية لا تذكر كثيرا في التاريخ بس مهمة انه الخداوي اسماعيل لأسباب كتير مش هنخش فيها سير حملة عسكرية على اثيوبيا على الحبشة وقتها كان بيقال والملفت للنظر في الموضوع انه قيادة هذه الحملة اسماعيل لم يسندها لا لضباط مصريين ولا لضباط اتراك او من شراكسة او غيره الجزء الاهم وخاصة اعلى القيادة كان لضابط او ضباط امريكان جم منين الامريكان دول وبذات القائد الرئيسي وقتها احنا طلعين من الحرب الاهلية الامريكية اللي هي الجنوب الامريكي فيها خسر الحرب امام الشمال جيوش الشمال في امريكا جزء محترم من الضباط في الجيش الجنوب الامريكي الذي يهزم ما كانش عاوز يقعد في امريكا وقتها ويدخل فيه التغيرات اللي كان بتحصل في امريكا وقتها فكثيرون بدوا ان هما يطلعوا من امريكا عشان يخدموا مشاريع سياسية اخرى الخديم اسماعيل لفتت نظروا الحكاية دي فاستقدم عدد منهم واحد بالذات لعب دور رئيسي جدا وقيادي للغاية في الحملة التي عملها او سيرها اسماعيل على الحبش او على اثيوبيا ايه المشكلة مشكلة حاجتين الحاجة الاولى انه هدي الحملة خسرت الحرب لكن الحاجة التانية انه في تقدير عدد كبير من الضباط المصريين اللي من ضمنهم احمد عرامي كان انه القائد الامريكي لهذه الحملة كان ولاءه ليس للجيش المصري وكان هناك تفسير انه ولاءه دينيا لاثيوبيا لانه اثيوبيا دولة مسيحية والضابط مسيحي قادم من الجنوب الامريكي سواء ده صحيح او مش صحيح مش ده المهم المهم انه في تفسير عدد من الضباط المصريين انه القيادة القيادة اللي هي اسماعيل باشر دخلتنا في معركة مش بس خاسرة في اثيوبيا لكن كمان خلتنا نبقى تحت القيادة مش بتاعتنا ولا حتى اللي احنا متعودين عليها اللي هي الاتراك وشراسيكا الشراكسة وكان ولاء هذه القيادة الامريكاني ليس لنا فالقصة دي هذه الهزيمة تسببت في غضب شعور ده متقيل قوي داخل عدد كبير من ضباط الجيش استمر هذا الشعور موجود بانه القيادة مش واغد بالها من المفروض انه يتعامل عندما جاء توفيق كان قريدي حجم هذا الغضب موجود فكان نسبيا منطقي انه يبقى فيه غضب ممكن انه هو يثور على الخديوي توفيق النقطة التالتة في الاطار حول احمد عرابي هو شمعنى يعني احمد عرابي بالذات يعني خلفيه عدد من الضباط الذين ثاروا على الخديوي توفيق وعلى النفوذ الاوروبي والانجليزي بالذات اللي بدأ يبان لكن شمعنى هو بالذات اول نقطة هو انه لا شك ان الرجل كان لديه قدر محترم من الكاريزمة من الجاذبية وقوة الشخصية احنا ما عندناش حاجات كتير قاوي عنه لكن مما وصلنا انه الرجل جاي من الخلفية التقليدية للريف المصري وده ممكن فهم انه واحد عبر بطريقته العفوية عن الريف المصري فتلاقى بقى فيه اكو عادي كده ما بينه وما بين الريف المصري بس فيه نقطة تانية ايضا تستحق التوقف امامها انه احمد عرابي هو اول مصري يثور سياسيا على اسرة محمد علي دي نقطة مهمة لانه منذ مجيء اسرة محمد علي الى هذه اللحظة مفيش مصري اخر ثار على العائلة المالكة وقتها في مصر ممكن حد يقول بس كان فيه مصريين بدوا انه هما يتكلموا ويقولوا قراءة مختلفة زي بساعة التغطاوي اللي احنا اتكلمنا عنه كثيرا صحيح لكنه اطلاقا لم يثور اول مصري يطلع ويثور بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشدة ويتحرك بمجموعات معاه ضد الخديوي ويقف ويهجمه صراحة كان احمد عرابي طبعا في الوجدان المصري الذي يرى بالذات في لحظة انه فيها تراجع لبداية الصعود المصري انه فيه زيادة في النفوذ الاوروبي واصلا فيه الوجود التركي والشركسي فيه غاية القوة طبيعي انه لما يكون واحد مصري بيطلع يمثل طموحات الوطنية المصرية يبقى طبيعي قوي انه يبقى فيه كريزمة انه الناس حتتلم حواليه فيه نقطة تالتة بقى كمان انه غير الكريزمة الشخصية بتاعته انه هو قوي المصري احمد عرابي لفت نظر الانجليز بدري يعني الارشيف البريطاني بيتكلم عن احمد عرابي من قبل الثورة العربية وده تلفت النظر ليه لفت نظرهم؟ طبعا فكرة مرة اخرى ان مصري يبتدي انه هو يبقى يجتمع حوله عدد من الضباط وناس من الريف المصري ويبقى فيه حتى ناس بتبتدي تقول فيه قصائد وتتكلم عنه زي عبدالله النديم او يعني عن الحركة نفسها طبعا هذا اثار لفت نظر ناس متابعة ادق التفاصيل زي بريطانيا بس اللي ايضا او اللي برضو اثار اهتمام بريطانيا هو السرد بتاع احمد عرابي بالذات في الاجانب اللي التقوا باحمد عرابي وفيه اجانب وفيه لقاءات حصلت ما بين احمد عرابي وناس اجانب قبل الثورة العرابية واسنقها والكلام ده موجود في الارشيف ايه اللي لفت نظر بقى البريطانيين او الانجليز في السرد بتاع احمد عرابي انه احمد عرابي وهو بيتكلم كان عمل مزيج ما بين فكرة الوطنية المصرية مرة ثانية واحد طلع من الريف المصري مع فكرة الهوية الاسلامية ودي كانت بالنسبة لانجليز ملفتة للنظر ممكن حد يقول خطيرة ليه؟ لانه هم طبعا مش عايزين انه يكون في بدايات ناس ممكن تعمل لهم مشاكل اقتصادية هم عندهم مصالح اقتصادية مهمة في مصر والفرنسويين طبعا مش بس القناة السويسة الربط اصلا ما بين اوروبا وما بين الوصول لأسيا ففكرة ان هناك السرد السياسي طالع من ضابط مصري بيجتمع حوله ضباط مصريين وناس كتير في الدلتا المصرية بيتكلم عن وطنية مصرية وصرية مصرية يعني مفيش فيه عرق غير مصري ده طالع من عمق الدلتا وفي نفس الوقت بيتكلم على الهوية الاسلامية للمجتمع ممكن حد يختلف مع رأيه بس ده السرد بتاعه وقتها لفت نظر قوي الانجليز مدام لفت نظر الانجليز يبقى لفت نظر مين تاني؟ السلطة الحاكمة اللي هي الخداوي التوفيق ومن حوله فبدت العين تتحطى على احمد عربي النقطة التالتة او الرابعة في الاطار حول احمد عربي انها مكنتش وان مان شو زي ما بيقوله يعني مكنتش الحركة كلها الثورة العرابية تدور حول احمد عربي هو طبعا اللي في قلب الحدث بس فيه شخصيات تانية مهمة احنا اتقلمنا عن اقع عد الله ندين كصوت ثقافي طبعا كان فيه للناس اللي غويين ثقافة وغويين محمود سامي البرودي وهو كان ضابط مصري وفي نفس الوقت شاعر واحد من الناس اللي عملوا تعبيرات رائعة عن فكرة القومية مش القومية الوطنية المصرية بشكل تعبيري جميل يعني لكن غير الاسماء اللامعة او زي محمود سامي البرودي وزي عبدالله الندين فيه ناس كنتوا بالتاريخة ذكرتهم بس السرد المشهور اوي ما توقفش امامهم كثيرا مثلا واحد زي محمود فاهمي محمود فاهمي ده كان ضابط مصري درس هندسة بدري اوي يعني وقتها ما كانش شئ كتير يعني وحارب كضابط في الجيش التركي او العثماني وقتها في حرب البلقان تقريبا في بدايات النصف الثاني من القرن التسعتاشر ليه دي ملفتة للنظر لانه الانجليز وهم داخلين مصر بعد ان بدت الثورة على توفيقه والمصالح الاغنبية بدأ يصور ان هي عليها تهديد المهم لما دخل الجيش الانجليزي لمواجهة الثورة العربية لا قدامه مش مش جيش تعبان ما لقاش قدامه فروق خيالية يعني في التكنولوجي ما ننساش اللي تكلمنا عنه من عشر حلقات مشروع ابراهيم باشا لتطوير الجيش المصري احد المنتجات او النتائج مش المنتجات النتائج اللي طلع من هذا المشروع كان مثال زي محمود فهمي ظابط مصري درس هندسة حارب في الجيش العثماني على وسائل راقية بمفهوم عصر يعني متطورة ولذلك وهو في الجيش المصري امام الانجليزي لفت نظر الانجليزي نحن نعرفه من الوثائق الانجليزية مذكور في الوثائق الانجليزي انه احنا امام الظابط مصري مهندس زاكي جدا عنده تكنولوجي محترم قوي فلفت نظر اعداؤه شيء رائع يعني مثال تاني محمد عبيد ظابط مصري ايضا لفت نظر الانجليز جدا قد ايه هو كفر في الهجوم ودي تلفت النظر يعني طبيعي نحن نتكلم على الجيش الانجليزي اللي هو وقتها القوى العظمى الوحيدة تقريبا في العالم ومسيطرة على نصف كوكب الارض اذ لم يكن اكثر من نصف كوكب الارض نزل على مصر دخل الدلتة المصرية الجيش المصري واقع الامر طبع مش كله بيحاربها لانه في نهاية الامر في ناس مع الخديوي وفي ناس التراك ففي مجموعات من الضباط المصرية هي بتدافع عن البلد لكن بالرغم من ذلك في ضباط مصريين زي محمد عيبي اللي الوثائق بتذكره انه الرجل بيهاجب وبيهاجب بزكاء حسن ردوان مش انا بذكر اسمائي انها تستاهل ان تذكر في حكاية مصر الحديثة حسن ردوان حسن ردوان ذكر في وثائق وحتى اعتقد بعض الكتب التعليم المصري بتذكره لانه بطل بمعنى قلمة بطل هذا الرجل استطاع ان يوقف اندفاعة الجيش البريطاني في مرحلة مهمة وقدر خلى الجنرال الانجليزي وقتها سير وازلي هو نفسه يذكره على انه هذا الرجل زكي جدا في دفاعه اللي بحاول اقوله انا برغي كتير بس اللي بحاول اقوله انه الحركة التي اصبحت الثورة العرابية ما كانتش وان مان شاو ما كانتش مجرد احمد عرابي وخلاص كان فيه ناس كتير سواء في الادب سواء في الشعر الثقافة وطبعا في التفكير الحديث اللي كان ناتج من حركة التطور التي حدثت في مصر زي الاسماء اللي انا قلتها اخر نقطة بقى عشان ننهي القصة عن احمد عرابي انه خلاص احمد عرابي القيش هزن الانجليز دخلو احتلو مصر لكي ديوي توفيق استتاب له استتب له الامر وعزل احمد عرابي وعلى فكرة كان فيه مفاوضات ملفتة للنظر بينه بالانجليز بس مش بعضونا عشان ما نخشش بتفاصيل كتير بس النقطة الاخيرة اللي تلفت النظر انه احمد عرابي لا يختفي من الوثائق البريطانية بعد لما ينفى تلفت النظر برضو يعني خلاص هو الانجليزي هموه بايه يعني في احمد عرابي لا فوق واستتبى لهم الامر ومضوع خلص لكن لا هذا الرجل النفيا لسيلاند لو انا مش غلطان وقعد هناك لو انا متذكر صح 15 سنة وبدأ يبقى فيه مراسلات بينه وما بين بعض الناس الانجليز سواء في لندن او في دالي في وقتها طبعا الوزء الاهم من الامبراطورية البريطانية في الهند ده المركز نمرة اثنين للامبراطورية بعد لندن خاصة انه ما كانش فيه وقتها درجات الاتصال الموجودة طبعا فكانت مركز الهند مركز مهم جدا فمسؤول عن اماكن كتير اللي من ضمنها المكان اللي كان فيه احمد عرابي في المنف فنجد انه في مراسلات بين احمد عرابي وما بين الانجليز ومراسلات الراجل فيها محترم يعني ما تكسرش دي تلفت النظر يعني احنا قدام واحد هزم نوفيا مشروعه كله انتهى من فيه في اخر الدنيا لكن مراسلاته الراجل فيها لم يكسر وده شيء يثير الاحترام وللناس اللي غاوين تجانب الثقافي في القصة هو كمان يبتدي انه هو يعبر عن افكاره عن الوطنية المصرية ونرى بعض التغيرات على الاقل عما قيل لنا من لقاءاته مع بعض الاجانب قبل الثورة العربية يعني احنا مرة تانية فيه ناس قبلوه قبل الثورة العربية وقالوا لا لا الراجل ده خطر الراجل ده بيتكلم على وطنية مصرية واجانب في الهوية ديني والانجليز القانين قوي من القصص دي بعد شوية بنلاقي انه فيه تطور فكري في فكر هذا الرجل للأسف الوثائق البريطانية او على الاقل اللي انا شفته ايه بالزبط تطور فكره طبعا بالنسبة لهم الموضوع مش مهمة قوي يعني بس اللي بحاول اقوله ان قصة احمد عرابي مش مجرد المشهدين اللي احنا الغلمية الصاحقة من الناس بتتوقف امامهم وخلاص هناك في تجربة احمد عرابي ومن احاطوا به ما يستحق لل بحاول يتعمق شوية في حكاية مصر الحديثة ان يتوقف امامه ترجمة نانسي قنقر